ايه علاقة ان انت تكون صاحب مكانة ولا تبقى راقي ايه علاقة ان انت تبقى شخص وجيه بان انت تبقى انا اسف يعني بذيء اللسان ايه علاقة الوجهة ببذائة اللسان عارف ايه علاقة الوجهة ببذائة اللسان اقولك انا ايه علاقة الوجهة ببذائة اللسان ان انت شايف ان محدش هيقدر يلمك بس أنا أقول لك إيه اللي يلمك إيه اللي يلمك إن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يكره بذيء اللسان إن بذات اللسان دي والفحش في الكلام إيه لا يحصل ده يخليك تأتي عند الله سبحانه وتعالى ووجهك مليء بالنكات السوداء وقلبك مليء وضميرك مليء بأذى الناس الكلام اللي أنت إن الرجل اللي يتكلم بالكلمة من صخة الله لا يلقي لها بالا إيه يعني لما شتمت وقلت له يا كذا ولا قلت له يا كذا ده بهزار ما فيش حاس ما أهزار البزاءة لها علاقة لها بالمزاح البزاءة بزاءة في ذاتها سواء فلان بقى يستحق البزاءة دي ولا لا البزاءة حرام يعني الفحش في الكلام ده حرام مش بس عشان هو بيقسر خواطر الناس وده واقع واقع إن الناس اللي بتتشتمه بتتكسر خاطرهم بس هو ممكن يعمل يمثل إنه هو قوي بس هو تكسر خاطره والفحش ده سبب ممكن يخلي الإنسان يقع في اللعن والطعن ويقول كلامه العازه بالله لا يرضي الله سبحانه وتعالى ورسوله وإنه يكون تحت ضغط أو في شدة علشان كده إحنا في حال الشدة لازم نصنل ألسلاتنا ومشكلتنا إنه إحنا بنظن إنه إحنا في حال الشدة مباح لنا إنه إحنا نقول أي حاجة ما ينفعش البذاءة لا تسمح لنا بذلك إحنا مشكلتنا إنه إحنا مش بنعرف نستعد لحال الشدة عندنا صفة وحشة وهي الاستبطاء بنتعامل ببطء مع أحوالنا تلاقي الواحد مش عايز يسارع إلى التعرف إلى الله سبحانه وتعالى ولا يعيش في حالة اتزان في كميع أحواله والاتزان بيجي من حسن العيش مع تغيرات الحياة والثبات على مراد الله والثبات على مكارم الأخلاق ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس القوي بالصرع ولكن القوي من يملك نفسه عند الغضب ولذلك المشاعر لما تيجي وتسيطر علينا ما تفسدش علينا التفكير السليم وما تفسدش علينا حسن أخلاقنا لكن إيه اللي حاصل كل الأحوال الشديدة جاءت لتظهر مكارم الأخلاق فلازم إحنا نتعود إن إحنا نتعامل مع مكارم الأخلاق مهما كانت المشاعر بتسيطر علينا وساعات النفس تخلينا ملكي لمشاعرنا مش ملكي للقيم فإن اللي حاصل فأنا لو موجوعي أنا مش مستعد أفكر بتفكير سليم ويبقى عندي مبرر إن أنا مفكرش بتفكير سليم وعندي مبرر إن لساني ما يكونش لسانه هو مش لساني أنا ما شاورش على نفسه لسانه هو ما يكونش عفيف لا حتى وإنت موجوع ما زلت واجب عليك إن أنت تكون عفيف اللسان ما تقوليش أنا موجوع مش مستعد أفكر بشكل صحيح دلوقتي فأي حاجة أعملها مبررة لا أي حاجة بتعملها مكتوبة عليك مش مبررة إمتى يبقى دوة لما تكون مكره لما حد يخليك تكره لكن أنت مش مكره علشان كده فيه ثلاثية مهمة جدا نعيش بيها الثلاثية دي بتكون مسلس أضلعه اليقين والخروج من الحول والقوة والأخذ بالأسباب الثلاثة دولة أول ضلع معناه في المسلس ده هو ضلع اليقين ولازم نعرف إن اليقين مش حاجة بتحصل لنا فجأة لكن المشكلة إن احنا مش قدرين نفهم يعني إيه يقين إيه يقين حياة اليقين بيتعاش مش اليقين بلاقي فرصة كده تجيلي أو حاجة كده تجيلي لا اليقين بيتعاش اليقين بيبقى بيملأ قلبي نور زي مثلا وقت ما بفقد حد أو بشوف أخبار الحرب على غزة فاليقين هنا مش بيكون قيمة بس لكن بيكون علاقة بربنا وبيتحول إلى إحساس بيملأ علي حياتي ويخليني أشوف الحياة قدام بإن هي في مدد الله وهي من عند الله وإنهاалась في مدد الله